تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعة من حيث أشكال وأفكار المحتوى حبيب نو محمد أف أفضل مقاتل يو أفسي في التاريخ على الإطلاق البطل عالي الشعبية ملك الغابر اللي ما عرف خسارة أبدا أحلن اعتزاله طبعا بعد نزاله الأخير اللي حصل قبل عدة شهور واللي كان أول نزال إله بعد وفاة والده بكورونا وعندها فاز على الأمريكي جوستن جيثي في 24 أكتوبر الماضي والده كان مدربه وصرع منه البطل العالمي حبيب بعد ما خلص ذلك النزال أعلن وقتها أنه مش حيقدر يرجع للقتال لا نفسيا ولا ذهنيا بيقدر يعمل هذا الشي وبدأ يفكر بمستقبله في عالم الرياضة بعد فترة أعلن أنه حابب يدخل كرة القدم يلعب فيها ويشارك فيها ولكن ما إجت أخبار كثيرة عن وقتها ابن 32 سنة ما لعب كرة قدم قبل ذلك بالتأكيد مش حيتعاقد معه فريق احترافي كبير لكن نادي لجان دينامو الروسي فاجأ العالم وأعلن تعاقده مع حبيب لجان دينامو هذا بيلعب بالدرجة الثالثة الروسية حبيب كان في الفترة الأخيرة عم بحاول ينشط أموره على السوشيال ميديا من حيث حشقه لكرت القدم يمين حبه لرونالدو وتشجيعه لكريستيانو ونشر مقاطع كثيرة إله هو عم بتدربه في هذه العملة النادي الروسي أعلن بيان التعاقد مع حبيب بطريقة جميلة قائلا معركة عظيمة تنتظر نادينا لذلك نحن نحتاج إلى محاربين عظماء رئيس نادي دينامو في تصريحه عن حبيب بقول أنا شايفه مهاجم وبالنسبة للراتب هو يحدد اللي بده إياه مؤكد إنه انصدم من فهم حبيب العميق والكبير للعبة كرة القدم نادي اللي جان هذا بيلعب زي ما حكيت في الدرجة الثالثة الروسي وبينتمي لجمهورية داغستان ومقره العاصمة محدش قلعة وهي مدينة عدد سكانها المسلمين بيصل لتسعين بالمئة هذا النادي حديث العهد اتأسس عام 2015 رئيسه شاميل لخيالوف لعب كرة قدم سابق وعمره 41 سنة وأصوله قوقازية وهو كان في تشكيلة أنجي التاريخية عام 2011-2012 اللي كان فيها روبيرتو كارلوس أو صامو إيتو كل هذه الحقائق جعلت البعض بيسأل هل التعاقد مع حبيب بداية ولادة أنجي جديد في داغستان؟ أم هي مجرد صفقة صداقة بين رئيس النادي وحبيب؟ حبيبي يحقق حلمه والنادي يحقق الشهرة والجميع سعيد وخلصة القصة؟ خلونا نشوف شو هيصير هل هي صفقة إعلان؟ شيء جديد عم بيتكون؟ ولا مجرد صفقة تحقيق أحلام؟ تابعونا دائما على سيرفيسبورت والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة